بعد وقت وجيز من إنهاء مهام نجلاء بودن كرئيسة للحكومة رئيس الوزراء الجديد أحمد الحشاني يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد أقسم بالله العظيم أن أبدل كل ما في وسعي في إخلاص وتفانن لأقوم بالواجب الوطن المقدس من جهته شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أهمية الحفاظ على الدولة ومجابهة التحديات التي تعيشها البلاد هناك تحديات كبيرة لا بد أن نرفعها بعزيمة صلبة وبإرادة قوية للحفاظ على وطننا وعلى دولتنا وعلى السلم الأهلية داخل المجتمع مؤسسة الرئاسة لم تكشف بعد أسباب إقالة نجلاء بودن من منصبها فيما يرجع مراقبون السبب الرئيس لإقالتها إخفاق بودن في معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها تونس بالنظر إلى الواقع المعيش تبدو الأسباب معلومة أولا لطالما نادى الداعمون حتى والحزام الداعم للرئيس سعيد بإقالة هذه الحكومة التي يعتبرونها فشلة في إدارة شؤون البلاد وخاصة على الجانب الاقتصادي ثم أيضا ما تبينه الأرقام والأحصائات من حيث تراجع تونس في التصنيف الاقتصادي وعجز الدينار التونسي أيضا وفي السيرة الذاتية له شغل رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني منصب مدير عام الموارد البشرية في البنك المركزي التونسي وهو خريج كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ما بين إقالة نجلاء بودن من منصبها وتكليف أحمد الحشاني رئيسا جديدا للوزراء يبقى السؤال الكبير هل ينجح الأخير في حلحلة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المعقدة في البلاد من أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة ياسر دبابش الغد تونس